دكتور إيهاب يمكن كان الأولاد الكبار كمان الأولاد الصغارين لسه بدئين فبياخدوا الحكاية السلمة واحدة واحدة لكن اللي في سنوي يمكن عندهم بعض المصطلحات الكتيرة جدا احنا ليه وصلنا لكده؟ أولا سمحيلي لمية بشكرك طمع ممسوط ان انت بدأنا فترة جديدة وبرده بفتكر الأستاذ دعاء بشكرها جدا على الدور لانها كانت حاملة دور جميل جدا برضو طب وبتمنى لك وكلكم الخير يا رب الحاجة تانية لم أعايز أقولك خلينا برضو رحنا أو جينا نرجع لفكرة أنه اللغة هي وعاء والبادي بتاعنا وحركاته هي وعاء لتوصيل كونتنت لتوصيل محتوى ومضمون معين مضمون فأنا يهمني حاجتيهم يهمني المضمون ويهمني طريقة التوصيل كل الآباء وكل الأمهات وكل الجيل ومشكورا الشيخ أحمد وانتي عملت لثلة جليلة قوي بالقصة دي إحنا عايزين نحسن دلوقتي الشكل اللي بنهرت بالقضايا والقضايا كمان عايزها تتصلح عندنا مشكلتين خواء أو ما فيش قضايا أصلا أو أطفال مخاه يعني أولادنا على فكرة اللي كانوا بيكلموا دول جمال جدا وحتى الكلام الألوي يعني هما برضو عنده شق من الحقيقة على فكرة أو يمكن للتقرير ربما ما شفتش كل التقرير لا ولا هوا ده هما دول فعلا هو ده زي ما هو كده الباقي كله كان كلام الحقيقة الشيخ أحمد صابري بالضبط فالكلام كان مش وحش قوي النهاردة انتي بصي ممكن دقيقة احد يقولك ايه بالشكل اللي حقولهولك دلوقتي بادي لانجوج مع الاتنين مع بعض مثلا ايه انتي قلت كلمة يحوروا الكلمة وحوروا الكلمة دي في اللغة العربية وحور الشيء يعني يغير فيه بعض الأشياء عشان يطلق لا نهاردة التحوير ما يقولك ايه ما تحورش بحور لي انت عتحور لي انت هتشتغلني بقت اللغة بقت باللسان وبالحركة وكله اه العيال في انا لفت نظري في التقرير في الأول كمان العيال اللي هما في السحب يجري في واحد مش عارف كان بيعمل السحب بيعمل كده وحب بيعمل كده انت عارفة الحركات اللي حنا مش شوفها في الفيديو في الأفلام وفي الأفلام وهي دي بقت لا انا كمان لفت نظري حاجة مش بقى في البتاع يعني السخودي بارك ما هو الكنتنت والأسلوب دلوقتي احنا مدهتشربهم برا احنا مش قاعدين في البيت وانتو لما جيتوا عملتوا الزيارة دي المدرسة جزاكم الله كل خير انتو عارضتوش احلو قوي عشان يصلح بس مش كفاية مرة على فكرة لا طبعا اه ليه بقى؟ لا انت التلفزيون فعلا فيديو كليب كل الوسائل لا الجديد اللي عايزة اقولك ان انا ماشي لسك انت بقول لها بوص على الفاترينات بوص على المانيكانات بتاعت الشباب اللبس بتاعت الشباب عايزة اشتري جوليه عايزة اشتري اوميس عايزة اشتري جاكت او حية شكل المانيكان ناس وعمل ازاي والبادي لانجلجز اعملها المانيكان معظمها هتقوم عاملين كده مش عايزة اقومها فعمل لك بطريقة كده الولد بجزء من يعني وقفته وطريقة توصيل وكلام واشنوبه انه هو بيبقى عايزة يبقى كده لما يلبس اللبس ده يبقى عامل كده اه 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 اللبس شيك عليه وحتى قلت مش عايزة اتكلم عالبادي لانجلجز بتاعت الفيميل المانيكان مزا عاملت ازاي السؤال اللي بيعملوا الحاجات دي برضو قصدينها ولا هيا جاء معهم كده ورخي بارك زمان ولا هما ماشيين مع الموجة يا مقصودة يا هما بيشوفوا السوق طالب ايه ايه معهو السوق السوق العالمي وبردو انا مش يعني عايزة اقول ايه السوق الظن من حسن الفضن شوية بعد اللي شوفنا ده كله ما تقولي ليش خالص سلاميا انه الامور لازم تخدها كده مسلمة فزمان المانيكانات زمان ما كانوش كده كانوا بيوقفين كده دلوقتي مانيكان عامل كده ايه فانا قصد اقولك انه يعني جميل قوي اللي انتو عملتوه بس هنفضل نقول تاني الفرق دلوقتي انا انا رأي انش معترض قوي على التغييرات ترمع ما خرجناش عن حدود الادب بس لازم الدولة كده هتتغير لانه النهاردة انت عندك اطباق بيتروحي في المطعم الاطباق شكلها كيف انه التطور المطلوب انه يكون للأفضل ولا للأسوأ يعني انا مثلا مرة لفت نظري افلام الابيض والسود القديمة قوي ايوا قوي تلاقي لغة الحوار بينهم فيها ثقافة شوية صح وحتى كلمة نهارك سعيد بعض الكلمات اللي هي ممكن تكون بسيطة بس حلوة يعني قد حبت اسمعها للودان فلما فكرت انه ليه ليه الافلام دي كانت كده ولغة الحوار لقيت انه كان فيه ثقافة الثقافة كانت عالية والقراية كانت موجودة والبحث كان موجود النهاردة احنا ما عندناش ده بالزبط بالزبط والحقيقة يعني هقولك حاجة توضح كلامك اكتر راميا انت حرك اكيد سفرتي وروحتي اوروبا وروحتي دول اوروبا وشفتي لحد النهاردة دول اللي هي عاملتنا التابلتس وعاملتنا الايبادز وعنا كل الكلام ده خشت المتر وشوفي الناس قاعدة زي ماسك كتاب واحد بيقرأ فيه صحيح كتاب مش تابلت والله الجد لحد اخر اللحظ على فكرة انا منبسط جدا لما يشوف شباب وقفين في متروهات في مصر او في بتاعه ماسك المصحف بيقرأ فيه في وسط الزحمة وبيشغل نفسه مش عايز يجيب عينه في حاجة غلط وفي نفس الوقت يشغل وقته لانه بنقول دايما الاوقات الواجبات اكثر من الاوقات فهنا عندنا حاجات كتير احنا وقتين اضايع اكبر قيمة مهدرة قيمة الوقت وبرضا هقولك حاجة انا بص دايما ساعات ابص على القضايا من منظوري لم يمكن بقى ايجابي شوية مختلف انت زي ما كنا بنتكلم كتير دلوقتي يقولك ايه انجز خلص لخص اه انجز لخص لي انجز لي مش عارف وحلق وعمل وكلام ده كله دكتور ايها بالورق ده مليان كلام طبعا مليان كلام مش فهم منه الحقيقة ولا كلمة يعني حاولت ان انا طلع منه اي حاجة اقولها في الانترو مع ان انا ضد ده بس قلت يعني بما ان الناس بتقولوا باعرف الناس يعني اللانجوج بتاعت الراف حتى واحد كان بيقول من فرق الراف كنت بس ما بيقول لي انا براب لما اكون فاضي انا براب انا براب لما اكون خلى الراف فير بعربي يعني لخبض بس هاي سقولك حاجة هو احنا بحصل سرعة الكلام بيختصر يعني يعني بصي اذا كنا احنا طبع بعد كده نشاور بقى هو فعلا الاشاور بقى هي يعني بصي خلينا اتفق على حاجة اللغة الاول سؤال تتغيي يعني نفضل زي زنان يعني يعني الفلام قابل دوسه دي حلوة بس انت مش موافقة على تغيير البادي لانجوج كتغيير فكرة التغيير نفسها وذر بقى هنا او هنا التغيير مرفوض لا مش مرفوض لا التغيير مش مرفوض مش مرفوض بالعكس يعني العصر اختلف مقلوب ان احنا نطور طبعا بس نطور لكن التطوير بقى بقى التطوير هو اللي يمكن خدنا هو اللي يزعالك اكتر انه التطوير كله جاي من خلال الموديل بتاعك المرجع بتاعك الفيديو كليب اجنبي حتى المغنييننا معه انت المشكلة الموديل الاجنبي بيخلقلك موديل مصري والموديل مصري او العربي بيعلم الشباب محترامي لكل ايه كينونات والقاب مغنييننا ومطربنا وممثلنا انما انت بيشوف الممثل المصري نرضى الفيديو كليبس والتكنولوجي الجديدة كلها بيغاني بنفس الطريقة بص راك كده وعمل لك كده وعمل لك مش عالف ايه نفس نفس الكوبي فالشاب يبص عليه مش عايز الكلم اسماء حد يروح عامل كذا مقلده ويروح لبسين اللبس وعملين والمانيكان بيأكد الموضوع انت مش هشايفه الشخص ده في الفاترينا وشافه في الشاشة وشافه في الشارع وشافه في البيت فهو تقمص بقى هو تأثير عالي انا عارف المدقع اللي مزعاني في الموضوع ده ايه الهوية بس يعني طبعنا لنا هوية برضه ما انا ممكن اطور من هويتي انا العمر فوق احنا على مستوى رسائل الجامعة انت يعني عشان بتعملي فكرة جديدة الا يعني فعلا بعض القيادات الحكيمة والمتنورة هي اللي بتسمح لنا يعني كده دائما عندنا حاجة مسلس الدين الجنس السياسة متتكلمش في التلاتة دول تمشي هم رسائل اوي ده معروفة الا لو كان الموضوع يعني مش عايزين اثارة جمدة للجدل انا اعتقد الفكر الجديد اللي احنا فيه شوية عشان كده انا مش مع يعني انا انا موافق ان الشباب حبيبي دول شفتوهم معاك انا يعني قصة الحرمانية او الحل اللي بيقول عليك دكتور احمد او شيخ احمد طبعا بلا شك يعني ما يرفضه من قول بس اقولك حاجة برضو ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموائزة الحسنة الدعوة الى السبيل لا دي الكونتينت اما الاسلوب فهو الدعوة بالحكمة والموائزة الحسنة طب الحكمة في الزمن ده يعني اعتقد الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان موجود في رسولنا دلوقتي اكيد كان هيعترض على الاسلوب بس هو ما كانش هيعترض ويمكن كمان الشيخ احمد كان بيتكلم اكتر على بعض الكلمات اللي ممكن تاخدش الحياة يعني هو قاصد كمان بكلامه انه يبقى فيه بنت وقفة انا عجبتني البنت فهمة معنى الكلمة يعني هما بيقولوها بتحوير في الكلام لكن البنت فهمة هما بيقولوا ايه بالزبط فانت ما عملتش حاجة يعني لو انت بتقول كلمة عشان تدريها فانت ما عملتش حاجة لان هي مع الاسف فهماها انت عاملك قضية بقالها خلينا اقل بقى 3-4 سنين قضية القلش ايه رأيك في القلش القلش ده القلش ده ما هو يصطلح جديد بس القلش ده قضية اه يعني وان كنت رسي هقول لحضرتك قضية القلش دي حاجة جديدة انا معرفهاش بقى اه قضية القلش دي ان انت مثلا تقولي ايه العربية الركبة العربية امي يقولك انا اكبر جمعة الدول العربية مثلا يعني استخدم الكلمة فاكثر من استخدام طبعا انا ولدي طول ما بعدين بنقلش فينا ممكن القادة كلها تتقلب القلش اه اللي هو حد يقول لكلمة التاني يقولها على نفس الوزن التالي يقولها على نفس الوزن روح يدخلها في حوار تاني كويس؟ على فكرة برضو أرجع أقول تاني بس أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة دكتور إيهاف دي بتحتاج برضو قولي 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 دي بتحتاج تركيز عالي جدا برفعي أنا كنت أقول كده وتحتاج سرعة باديها وأن البنيها طب ما بتستغلوش ده ليه في حاجاتها بص يا أقولك بس أنا أقولك حاجة ما هو ده اللي أنا كنت أقوله ومرة أنا كنت في أحد الحوارات بتكلم على أنه ما كنت أقول بلاي ستيشن والحاجات دي بتتزود الزكاة اعترض دي طبعاً سيئة أولاً البلاد بيوصل للمخ أكتر نتيجة لأنت بتفكر في كل ما بتطلع في ليفل فهو إكسرساز حلو مش وحش بس طبعاً ما ينفعش طولي اليوم أقضيه في بلاي ستيشن يا إما أنت حولي التعليم إلى طريقة عاملة زي بلاي ستيشن والله أتهلم لكن الناس فاكره أنه أولاد القاعد قدام بلاي ستيشن ده جاهل ومالوش في العلام بس بطريقة الإلستريتف دي بياخد من وقت بني آدم تمام أنا بتكلم بقى في اللاندي